جده جده ازاك يا حبيبي انت وحشني قوي 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 انت بتقرأ ايه؟ كنت بقى ركزة الأبطال الأبطال دول بيعملوا ايه علشان يبقوا أبطال؟ بيطيروا وبيضرابوا وبيحرقوا ايه ده ايه ده دي حاجة تخوف قوي ليه يا جده؟ حشان الأبطال اللي مجد أمال لناس الأبطال اللي مجد ما بيطروش بيبوافين سبتين على الأرض هم الأبطال بيرتليم حدوتا برضو والحواديد شايف النتيجة دي عارف التاريخ ده 25 يناير عجيتي الابطال الحقيين اللي وقفوا جنب بعض ومسكوا قدين بعض فبقوا سد منيع محدش قدر يعديه ولا يجده الزبان يوم 25 يناير سنة 1952 ثم حفظت الإسماعيلية وكان المحتل سايع في كفر وطور أنت؟ ماذا تريد؟ ألست تاجر المونة؟ لم لم ترس المونة المعسكر؟ أنني لا أطعم المحتل وين قضيت العمر خلف أسوار السجول؟ أصمت وأنت هناك كيف تعلمين تلاميذك تلك الأغاني المغرضة؟ إننا نغني للوطن نولد نغني للوطن ونموت ونحن نغني للوطن يا حسام نعم أستاذتي فلتغني ما تعلمت اليوم أنا المصري كريم العنصرين بنات المجد بين الهرمين جدودي أنشأ العلم العجيل ومجر عن نيل في الوادي الحصير صبداً أوقف الصغيرة هنا أحضرها هنا هين تتابين؟ دعني وشأني دعني وشأني دعها تذهب يا خواجة أبي مريض كنت أشتري له الدواء كاذبة صدقها إني أداوي أباها وقد طلبت منها الدواء تكذبين اتركها أليس في قلبك رحمة؟ والدواء في هذه الزجاجة؟ أجل دواء دعها تمر دواء؟ إذن فلتشربين اشربين فاطمة فاطمة فلتتوقفي حمزة لماذا ظهرتم؟ حمزة سيد الفدائيين وإخوته هكذا يكون الانتصار تمسك الطعم فتظهر الفئران إن كلمة الفئران تطلق على من يفرون حين يسمعون تلقى ترصاص واحدة إننا لأنهاب الموت نفضي أحلنا الفئر هو من يهدد النساء والأطفال والعجائز اغبادوا عليهم جميعاً سطر أنتم جميعاً موقفون لا تستطيع من تكون ضابط من أهل مصر هل تعرفهم؟ أيهم يخصك؟ جميعاً تلك جارتي وهذا أبي وهذا أخي وهذه أختي وتلك ابنة خالتي أما الصغار فإخوتي كلهم جزء من عائلتك؟ كل شعب مصر جزء من دمي هن سيدات مصر وشرفوها هن يشبهن الوطن لا تدنسه أبداً ياد الغزاء أنت تدافع عنهم إذن وانأمرت بقتلهم تمس شعرة من أي مصري هنا تصبح روحي وأرواح رجالي ثمن ضئيلاً من أجل سلامتهم فلتكن روحك إذن ثمناً لهم وإذا مسست لن تنام الليلة يوماً آمناً فاحذر أن تمسه إننا جميعاً نفض بعدنا نحن دم واحد وجسد واحد وياد واحد وياد واحد هو يحمينا ونحن نحميه نفضيه بأرواحنا فإذا مسست مصرياً هنا فقد عديتنا جميعاً أبطال أنتم جميعاً أبطال إذن فالوصول إليهم لن يكون إلا من خلالك والوصول إليك لن يكون إلا من خلالهم إن أقسمنا أن نحمي الوطن أرضاً وناساً أنت تتحدى إذن جنود وبعدين يا جدو عملهم إيه؟ أهل يفرقه يمكن يضعفه لفل الزابط وقال له سأمنحك فرصة أخيرة اسعد أنت ورجالك إلى هذا المبنى وانزع قطعة القناشي علىه ثم أصحب رجالك إلى محطة الكتار والترحاله إلى القاهرة لا ترحل إن تركتنا قتل الرجال بل سيقتلنا جميعاً أنتظر ردك فرصتك الأخيرة للحياة أنت ورجالك في الرفضط ضمرنا المدينة بأكملها وإن قبلت الرحيل أصبحوا جميعاً في أمان قطعة القماش التي تتحدث عنها هي عالم مصر لا يقدر مخلوق أن ينزعه من أرضها وإن كنت أنت وهذا القطار يستطيع أن يصحبك أنت ورجالك خارج أرض مصر لن تغادر إذن الضابط المصري لا يغادر موقعه بل يموتوا حتى يحمي أرض مصر وشعبها يا جنود أن نستعد للهجوم وبكل الأسلحة الفقيلة الحارقة دكوا هذا المبنى على رجالك الليلة نمح قوة الشرطة من الوجود يا رجال الليلة نقدم أروحنا فداياً لشعب مصر حاصر المحبسة طول الليل وفضل يضرابها بكل أسلحته التقيلة وبعدين يا جدو الزباط المصريين والجنود كانوا متحصرين وما معهمش الأسلح بسيط ومع ذلك قدروا يصيبوا عشارات الجنود كيش الاحتلال وإحنا قبل الفجر كانت الزخيرة خلست والمبنى كله بيتحرن وخرج البطل وبهيت الجنود من المبنى وقتلهم المحتل بالعكس زاد احترامه للبطل المصري اللي صمت بسلاحه البسيط دم سلاح أقوى الجيوش على سنة دافع ناسه وأهله هوقفنا النيران بعد أن كبتتنا العشرات من جنودنا وقادة فراقنا كيف صمتتم كل هذا الوقت أمام ترسانتنا الحربية العظيمة بأسلحتك البداية وعدد رجالك الضئيل أما عن الصمود فهو عقيدة المصريين وأما عن الثبات والرجولة فهي ما تعلمناه في كلية البوليس وأما أسلحتنا البداية فكبرت وعظمت لأن ذخيرتها الإيمان وحب الوطن أجبتني على جميع الأسئلة إلا واحداً عدد رجالك كل شعب مصر رجالاً ونساء وأطفالاً هم رجالي لم تكن تواجه لي وحداً بل كنت تواجه شعب مصر العظيم جنود سيدي فلنؤدي التحية لمن استحقها